بسم الله أبو البدر وروح القدس الإله الوحيد أمين وحتى أمامكم عيد الغطاس المجيد وهو أيضا يسمى عيد الزهور الإلهاني بين الثروس القدوس أعلم في هذا العيد الإبن في مياه الأرض يعتمد وروح القدس نازلا من السماء مثل حمامة مستقرة معه والآن يتكلم من السماء قائلا هذا هو إبن الحبيب الذي به سرر أيضا في طقس إله الغطاس تنصلي الصلاة الدقام أو لترجية الماد وهذه الصلاة تصلى ثلاثة مرات في السماء في عيد الغطاس وفي عيد الرسل وفي خميس العهد فرمز لغسل الأرجل زي ما السيد النسيح غسل أرجل كرميزه فبنصلي اللقان وتغسل أرجل الناس وأيضا في عيد الرسل زي ما السيد النسيح قال للرسل كما سمعت أنا بكم هكذا إفعاله أنتم أيضا فبيتم أيضا في عيد الرسل غسل الأرجل بماء الله المعمودية سيد النسيح اعتمد في مهل القربة وذلك ما سمعته في القدس النهاردة في الإنجيل من الإنجيل المعلن من الحمد إلى صاح الأولاني قديس يحنى يقول وأنا لم أكن أعرفه لكن ليظهر لإسرائيل علشان يعلم لإسرائيل والذي أرسلني لأعمل قال لي الذي طرى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي سيعامل بالروح القدس يبقى من ضمن أسباب مع مدير مئساة النسيح أنه يعلم لإسرائيل أن هذا الشخص ليس إنسانا عاديا ولكن هو الله الذي تجسد هو الله الذي سيعامل بالروح القدس ونار والله عندما أرسل يحنى ليعمل تقال له كده هيجي لك واحد لما تعمده تلاقي الروح القدس نزل واستقر عليه في الحمامة هو ده المسيح هو ده الذي سيعامل بالروح القدس ونار عشان كده يحنى ابتدى يشاور عن المسيح ويقول هذا هو حمل الله الذي يحمل خطية العالم كله علشان كده اللقان بتاع عيد الغطاس نصليه قبل رفع الخور باكر أما لقان خميس العهد ولقان عيد الرسل لقان عيد الرسل يصلى بعد رفع الخور باكر ولقان خميس العهد يصلى بعد الصلاوات التالتة والستة والتسعة من البسخة وبعدها يصلى لقان وبعد كده قدس خميس العهد وفي التوزيع تصلى الحديق عشر طب مش معنى لقان خميس العهد عيد الرسل يصلى قبل باكر مش بعد باكر زي عيد الرسل أو زي خميس العهد بيصلى بعد باكر والتالتة والستة والتسعة السبب في كده ان يحنى جاي علشان يعلن من هو المسيح لما المسيح يجي يحنى يرى الروح القدس نازلا مثل حمام على رأسه يعلن للعالم ان هو دا المسيح وان كان الان بيرمز الى معمودية السيد المسيح يبقى اذا يصلى قبل باكر علشان لسه لم يعلم للناس من هو باكر والقداس دي بتتكلم على زبيحة الصليب يعني خلاص احن عرفنا من هو المسيح ولكن لان يحنى جه يعد الطريق بنسميه السابق اللي بيعد الطريق قبل المسيح علشان كده جاي يعلن لنا من هو المسيح ايضا نسايد المسيح بدأ خدمته بعد المعمودية مش قبل المعمودية وبالطريقة دي يبقى من هنا اللي قام بنصلى قبل باكر لان باكر والقداس بيرمزوا الى زبيحة الصليب وخدمة السيد المسيح الى اخره لكن اللي قام بيرمز الى المعمودية الحدث اللي حصل قبل ما يبتدي خدمته وقبل ما يسعد الى الصليب مش كده لقام عيد الورص بنصلي قبل رفع بخور باكر غير لقام عيد الرسل وغير لقام خميسة اللي اعتمد السيد المسيح السيد المسيح السيد المسيح اعتمد لاسباب كثيرة اول سبب علشان يعلن الاسرائيل زي ما احنا قلنا بك ان الذي ارسله يحنى الله الذي ارسل يحنى قال له انه هطار الروح القدس نزلا عليه مثل حرامة ده المسيح ده اللي هيعمد الناس بالروح القدس ايضا سبب تاني زي ما سيد المسيح قال يحنى ينبغي ان نكمل كل بر يعني سيد المسيح جه عشان يتمم كل بر من النص وبالطريقة دي لما انا ابتحت به قد انا في السيد المسيح اتممت كل بر النموس ليس لاني اتممت بذاتي ولكني لاتحالت بالمسيح ان هو تمت بر النموس فانا بالتحال بي اعتبر تممت بر النموس زي مثلا ايه فيه لوم كبير علي انا مش قادر اتفعه فييج واحد يقول لي انا اخش معك شركة وهدفع لك اللون ده وانت معايا باردنر فهو دفع اللون انا برغم ما حطيتش ولا سن في دفع اللون ده بس اعتبر ان انا دفعت اللون لان اللي انا اشتركت معاه دفع اللون تماما فابقا انا فيه او معاه دفعت اللون نفس الكلام المسيح جيه اللي يتمم البر عشان احنا لما نتحت به نبقى تممنا البر ايضا سيد المسيح كلمة المسيح ده طيطل لقب مش اسمه هو اسمه يسوع انما المسيح ده لقب معناه الممسوح المسيح او المسية معناه الممسوح وبالانجليزي Christ اللي هي the chrismated معناه الممسوح the annoyed or the chrismated one طب السؤال هنا متى مسح المسيح ولماذا مسح المسيح خصوصا المزامير في المنبع السيد المسيح يقول ايه لذلك ما سحق الله بزيت البهجة افضل من رفقاء ايه دي على السيد المسيح وايضا في اشعاية يقول روح رب علي لانه مسحني طيب انت تمسح المسيح في المياه المعمودين لما حل الروح القدس على السيد المسيح مسحة السيد المسيح مسحة في العاد القديم الروح القدس او المسحة كتب تمسح ثلاث انواع من الناس الملوك والكهنة والانبياء وسيد المسيح مسحة ملك وكاهن ونبي في العاد القديم كان يستحيل ان الواحد يبقى كاهن وملك في نفس الوقت لان الملك كان مصبت يهوزا وانه جبقى الاثنين لكن المسيح جاء كاهنة على تحصي ملك صادق ومسحة ملك ومسحة اكشة موسحة ملك الملوك رب الارباد ومسحة رئيس كاهنة على تحصي ملك صادق ومسحة ايضا نبيا في انجيل المهاردة سألوا يوحان قالوا له إليه أنت قال لهم لا لان كان إليه صعد السماء وكان ما عدت نهيك مرة تانية قالوا له المسيح أنت المسيح اللي هو ابن داود قال لهم لا سألوا سؤال النبي أنت يعني ايه النبي أنت موسى تنبأ وقال كده يقيم الرب إلهك من وسطك نبيا يا إسرائيل فهما كانوا بعض الناس فاهمين أن النبي دا غير المسيح عاش كده سألوا أنت المسيح هو أنت النبي لكن النبي هو المسيح ونشرح دي شوي يعني ايه النبي النبي يعني ينبأ يخبر بنقول الله لم يره أحد قد الابن الوحيد الذي هو في حكم الآب هو خبر هو أنبأ زي منقول نشر أنباء هو خبر هو أنبأ فالمسيح أعلن لما من هو الله الآب لا يعرف أحد الآب إلا الابن ومن أراد الابن أن يعلن له قول السرسول في عبرانين واحد يتكلم على الدور النبوي للسيد المسيح يقول الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء يعني في العهد الأدين تكلم الأباء عن طري الأنبياء إلي وأشعية وأرمية وحسقيان ودنيان كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء ده طول النبو لسيد المسيح فسيد المسيح هو النبي الذي تنبع عنه موسى وقال يقيم الرب إلهك نبيا من وصدك يا إسرائيل فموسح سيد المسيح في مياه الأردن بحلول الروح القدس عليه مسحه نبيا زي ما كان زمان روح القدس بيمسح الأنبياء وموسح أيضا كاهنا أو رئيس كاهنا النبي بياخد رسالة من الله يوصلها للناس الكاهن بياخد رسالة من الناس يوصلها ربنا تاني ربنا يقول للنبي روح اخبر شعبي روح يعموس قول شعبي روح يا عبي يقول شعبي فالنبي بياخد رسالة من الله أما الكاهن هو شفيع فالكاهن بياخد صلوات الناس ويوصلها الرب السيد المسيح هو كاهن وكاهن الكاهن الكاهن في العهد القديم كانوا يقدموا زبائح حيانين لما سيد المسيح جاه مش عشان يقدم زبائح حيانين لما جاه وقدم نفسه زبيحة يقول هذا الذي أصعد ذاته زبيحة مقبولة على خشب الصليم فسيد المسيح هو الكاهن والزبيح في نفس الوقت سيد المسيح هو الكاهن وهو الزبيح هذا الذي أصعد ذاته زبيحة وبكهنوت السيد المسيح فتح صار لنا شفيعا فتح باب الفردوس وصار لنا جرأة وثقة للدخول أمام عرش النعمة ولدخول أمام الله الآياد بدم النسيح دي المسيح رئيس كهنتنا الذي يشفع عنا أمام الله الآن قيدة نحن كنا عايشين في مملكة الشيطان لما بنعمل أطفال سؤالين في الوسائل اللي بنراها للأب والأم لأنهم اليوم الذي ولدوا فيه كانوا من العبيد وليسوا من الأحرار لأنه كان عبد في مملكة الشيطان أما اليوم بعد المعودية صار فائزا من كيد الأشرار فجيسة من المسيح علشان يعمل مملكة ولكن ليست مملكة أرضية ولكن مملكة روحية ومملكة مملكة ونقلنا إلى مملكة إلى مملكة مملكة إبن مملكة إبن مملكة وإبن مملكة وهكذا في نهر الأردن نصح السيد المسيح رئيس جهنة وملك ملوك والنبي الذي يعلن لنا الله الآب ليس أحد يعرف الآب إلا الإبن ومن أراد الإبن أن يعلن نبي إبن لماذا اعتمد السيد المسيح لكي يمسح أيضا ملكا وكاهنا وأيضا ونبي طيب كلام كله إعلقت بي أن أنا استفيد منه إزاي احتفالنا بعيد المطاس النهاردة بيذكرنا بكذا حاجة أول حاجة معرفة الله هي إعلان معرفة الله ما تجيش بالاستندات أو الاستنتاج ولكن هي إعلان وكل ما أنا أكون ثابت في الإبن والإبن ثابت فيها الإبن هو النبي يعلم لي يعلم لي سر الله لخائفين كما أعلم الله لي يحمل معمدان كما أعلم الله لغادر مريا كما أعلم الله لبطرس لحما ودما لم يعلم لك هذا لكن آل الذي في السماوات حاجة الله مستعد أن يعلم لي وليك يعلم لكل واحد فينا ذاته بس نكون ثابتين في الإبن النبي في في يعلم لنا من هو الله الإنسان الإنسان لما يجي بغاية دي رات يقول أنا مش عارف صوت ربنا في حياتي ما ما عرفش أميز صوت ربنا إزاي بخرافي تعرف صوتي ليه أنا غريب لغاية النهاردة ليه أنا لا أستطيع أن أميز صوت الله لغاية النهاردة ليه ليس ليه الحواس المدربة اللي أسمع بها بصوت الإبن يعلم لي عن الآن أيضا الإبن هو الشفيع الإبن هو الشفيع بدمه أمام الله الآن فقوع الشيطان يغطي في قلبك يأس أو عدم رجاء وإلك ملكش غفران ربنا ما بيحدكش اشتار هنا بيضحك عليك ربنا جيح علشان الخطاء الذين أولهم أنا ربنا جيح علشان يفتح لنا باب للسما دم يسوع المسيح يطهر ما من كل خطية مهما كانت خطياني ومهما كانت زنوبي ومهما كانت أثامي إن رجعت ربنا بتوبة دقية حقيقية دمه يطهرني ودمه يحررني ودمه يديني طريق فإذ لنا ثقة للدخول إلى الأقدس بدم يسوع هو ده رئيس الكهنة اللي بيشفع عنه بيشفع بدمه واقف بيشفع بدمه أمام الله الآن فأوعى تيأس أوعى تعتقد أنه ليس لك خلاص المسيح قال أنا لم أتي لأنعو أبرارا بالخطاء للتوبة لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرض أيضاً المسيح نزح ملك يا ترى إنت عايش في مملكة المسيح نحن دخلنا كلنا المملكة يوم عمودية لكن هل نحن متمرقين على المملكة دي في ناس ما تحبش تمش حسب وصايا ربنا تعمل نفسها وصايا تعيش بيها يعني ربنا وإنك اخفر لا أنا مش هاخفر ربنا يقولك سامح علاقك لا أنا مش هستمع عندي ربنا يقولك استرح لا أنا مش هستمع واحد ناشي بقول أن أنا مسيحة بس ناشي القانون تاني غير قانون مملكة المسيح فهل أنا كعودة في مملكة المسيح أحيا حسب القانون الإلهي القانون الذي أعلنه لي ربنا يسوع المسيح في مملكته ولا نعايش في ملكوت تاني وليس ملكوت الله فبعيد البطاز من نسبالنا نعرف أن المسيح هو ملكي المسيح هو النبي المسيح هو الرئيس الكهنة اللي بيشفع فيا أمام الله اللي يده لو احنا فهمنا النقطة دي عن معرفة السيد المسيح دي أترى إحنا جدا لأنني أنا النهاردة معرفة الله وأعلان الله سهل عن طريق يسوع المسيح مخفرة خطريا والقبولي أمام الله الآن سهل عن طريق ربنا يسوع المسيح أيضا علشان أعيش في الحرية الحقيقية أعيش في هذه المملكة مملكة الحرية ومملكة الأمور لأنه نمجد داهم إلى الأبد آمين طرح على عيد البطاز بركاته المقدسة تكون معنا جميعا آمين وفي تلك الأيام جاء يسوع من الناصرة إلى اليهودية ورأت الجموع مجده في الأرض إذ كان يقول السادق المعمد للشعب هذا بالحقيقة حمل الله الذي يحمل خطايا العالم أدى الحمل الغافر الخطايا إلى الأرض ليعتمد من يحمى نسب بقية الآتين إليه فانتبع يحمى قائنا أني أنا المحتاج أن آتي إليك وأنت تأتي إلي فأجاب ربنا يسوع المسيح قائلا له لماذا تمنعني يا يوحنا إرادة أبي والروح القدس ومحبتي للبشر أتتا بي إلى الميلاد ولعتاني أيضا إلى أن أنزل والعناد وقوة العظيمة هي التي جذبتني وسيارتني طفلا وهذا أيضا جذبتني لأنزل واعتبت منك فلن يضرني حب من المعمودية أكثر من ضيق البطن ولم تظلم علي مياه الأرض أكثر من الجو إن كنت تظن أنك تكرني بإمتماعك عن عناد جديد فكان ينبغي لك أن تمنعني عن الحل والميلاد أيهم أحقر موضع ديق البطن في الجسم أم عظمة المعمودية إن كنت قدرت أن تمنعني عن التهف بأقماط فمنعني عن العناد إن كنت قدرت أن تمنعني عن مص الحليب البسيط فمنعني عن النزوج لبينبوح لو كنت تقدر أن تمنعني عن الحلول في بطن مريم العدرة لكنت أيضا تقدر أن تمنعني من الحضن المعمودية والآن سرت وأتجلت في طريق الميلاد لكي أكملها فكيف يمكن أن أرجع عنها فلهذا يليق بي كما إني أرسلك من عند أبي أن أكمل طريق البر ولما فرق السيد من كلامه لحل ارتعب هذا من ابن الملك وسجد له واعترف بإرتعاب المتضرع قائلا أنا أطلب إليك يا سيدي لأني لا أستطيع أن أتقدم إليك ضعيفة هي الحلفاء أن تمثل لهيب إذ كيف يقدر القشر الضعيف أن يمسك بلهيب النار أو الشعلة أن تقرب الكفرة كيف أضع يلي على رأسك وأعمدك بالما يا معمد الكل حيناء ذن أجاب السيد قائلا له كنت يا يوحن عن السؤال وكن هادئ البالي ولا تقول شيء عندما تعميه تعال وضع يدك فقط على رأسي فالآب يقر هذا من أجل الدين فتعال أنت إلي وبسط يدك علي وبذلك كلامك يشعد الروح علي بالحق حيناء ذن تقدم يحن هو وضع يده على رأس اللهيب وصفوف الملافكة ووقفون منتهشون بالرعب العظيم والصوات مفهودون بما كان هناك من الحيرة والتهشة لأن يد النحب لم تحتلق باللهيب الذي حجب السارفين وجوههم من شدته وفوق رأس الخالق وضع يوحن يده اللبنية الغالقة في القيم فالأسل سكت بسيدها ولبست رأسه دون أن تذوق قول متهش يستحي منه النورانيون ومن عين عين ادنى العاكر نزل يعمد غير المرء من الملائكة محمولا من الكاروبين مستورا من الصفوف ممجدا من الكراسي مخوفا مهيبا من كل المراتب السمائية تاركم أوهام جميع الأجناس حائرة والقوات راهبة والقرابيس فازعة والأبواب راعدة واللهيب قائم ناحية الترعاب ونزل يتعمد من يده التراب وغبنة يديه والمعجبة مخلصة من يد يحن انفتحت له السموات وصرخ الآب على حبيبه قامت الروح البهية تشهد على الوحيد وخرج الصوت من قيتون المملكة استحركت الكلمة الخفية بغير فم لتشهد على حقيقة اللهوت ورعب الصوت من السماء من غير لسان المتجسد على نبيح حبيبه المتجسد ولان يتكلم في ذلك الوقت بلسان ملكة أو يبشر بفم روحان بل تكلم مع أزنيته عن ابن سره لما صعل منه قائلاً هذا هو ابن الحبيب الذي به سره تسمع له بلسان المتجسد بلسان المتجسد بلسان المتجسد